قال العلامة ابن مانع رحمه الله أي لأنه سبحانه حرم الظلم على نفسه كما حرمه على عباده والظلم وضع الأشياء في غير مواضعها ودلت دلائل الكتاب والسنة على أن الله تعالى قادر على الظلم ولكنه لا يفعله كما قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا لكمال عدله نعم وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما والهضم أن ينقص من جزاء حسناته والظلم أن يعاقب بذنوب غيره فهو سبحانه منع نفسه من الظلم لعباده مع قدرته عليه جودا منه وكرما وإحسانا لكمال عدله سبحانه وتعالى نعم قال الإمام التحاوي رحمه الله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات تقدم معنا هذه المشألة اذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في ما انتفع به الإنسان بعد موته البعض يرجع إلى الحديث فقط يقيد هذا بالحديث إذا مات ابن آدم انقطع عامله ولا من ثلاث وبعضهم يقول كل عمل صالح ونريد به الثواب لهذا الميت يصله كما ذكر المؤلف رحمه الله وذكر هذا ابن سعدي رحمه الله جميع نعم قال العلامة ابن مانع رحمه الله قوله في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة الأموات لآخره يعني أن الأحياء هم الذين يدعون للأموات ويسألون الله لهم الرحمة والمغفرة وقد عكس ذلك عباد الأموات فدعوهم مع الله ومن دون الله نعم قال الله تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون لا يرزقون ما قال يرزقون نعم ودعوتهم شرك أكبر مع أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولا يستجيبون لهم بشيء قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم لا يسمع دعاءكم وكيف ندعو من لا يسمع وليفترضن سامعوا قال ما استجابوا طيب قد يستجيب في يوم من الأيام لا إلى يوم القيامة لا يستجيب نعم وهم عند دعاء مغافلون وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء أيضا عداوة عداوة الداعي إلى المدعو نعم قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فسمى هذا الدعاء شركا وعباد القبوري يدعون أن الأموات يقربونهم إلى الله زلفا قال الإمام الطحوي رحمه الله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات نعم لهذا لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى ولا قضي الحاجات إلا الله سبحانه وتعالى نعم ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين نعم قال العلامة ابن مانع الحين بالفتح الهلاك قال الإمام الطحاوي رحمه الله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراة نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الرضا فالله سبحانه وتعالى نثبت له صفة الرضا يرضى رضا حقيقية لقب جلاته عظمته لا مات الرضا المخلوقي ونثبت الرضا ونثبت مقتضى الرضا مقتضى الرضا الثواب ونثبت الغضب لله سبحانه وتعالى عقبه ونثبت مقتضاه العقاب خلافا لمن فسر الرضا بالثواب والغضب بالعقاب ونرد عليهم على من يقول أن الرضا هو الثواب نرد عليهم بالكتاب والسنة واجماع الأمة وببعض الأدلة التي ذكرت هذا تفصيلا نعم قال الإمام الطحاوي ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير لا نذكر الصحابة إلا بخير ولا نذكرهم إلا بالجميل قال الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى يحرم على الطالب أن يقرأ في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة التي ذكرت ما شجر بين الصحابة فما بالنا بالكتب التي ليست لأهل السنة والجماعة نعم لا نذكرهم إلا بالخير وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعان في كتاب الطب يقول قال بعض الحكماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضو الله عزيزي مثلهم مثل العين ودواء العين تركوا مسيح لا تقربهم إلا بخير نعم قال الطحاوي رحمه الله وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان قال رحمه الله طاعة لله ثم طاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام طاعة لله في قوله والذين جاءوا من بعدهم وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي نعم والطعن فيهم طعنوا في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعنوا في الصحابة طعنوا في الله لأن الله اختارهم لصحبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام وطعنوا في دين الله نقلوا لنا الدين وإذا طعنا فيهم معنا هذا نقل لنا الدين من أناس ليسوا بثقات وطعنوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن المرء على دين خليل وطعنوا في الصحابة واضح كل من يطعن في الصحابة فقط طعنوا في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعنوا في الصحابة قال رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون ولأئمة المهتدون وأن العشرة الذين سماهم نعم الخلفاء الأربعة أجمعت الأمة على هذا الترتيب أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي من شكك في خلافة واحد من هؤلاء أو قدم أحدهم على الآخر كفر كفرا أكبر نعم قال وأن عشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق نعم وقد تقدم معنا لا نشهد بجنة أو بنار إلا لمن شهد له الله سبحانه وتعالى كالعشر بشرين بالجنة وثابت بن قيس بن شماس وامهات المؤمنين وأهل بيعة الرضوان وأهل بادر نعم وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين نعم وذكر الفضل الخاص لأسلزم الفضل العام نعم ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق نعم ويعني من تكلم فيهم فهم نافر بل نفاق أكبر اعتقادي نعم قال رحمه الله وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل نعم ولهذا قلنا أن الطعن في أمة أهل السنة طعن في السنة نعم ولهذا ذكرنا ترجمة الإمام بحنيفة رحمه الله تعالى نعم قال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام لأن لا يمكن أن يكون الولي أفضل من النبي لماذا عليه الصلاة والسلام لأن الولي هو متبع للنبي فكيف يكون الولي أعلى من النبي ولأنهم قالوا أهل الظلام قالوا مقام النبوة في برزخين فويق الرسول ودون الولي الولي أعلى سبحان الله كيف يكون أعلى هو تابع نعم ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء ولا شك في هذا نعم إذا كان الولي لا يتبع أحد هذا معنى أنه كافر كفر أكبر وصار ولي من أولياء الشيطان ولا يقول هذا أصلا ولي من أولياء الرحمن لا يقول هذا الكلام ولي من أولياء الرحمن نعم يقول هذا الكلام ولي لكن من أولياء الشيطان نعم ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصحى عن الثقات من رواياتهم نعم أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء من هم أولياء الرحمن وقلنا خوارق أربعة آية وكرامة لأولياء الرحمن معجزة وفتنة لأولياء الشيطان وفضيحة قال العلامة بن مانع رحمه الله قوله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء يريد بهذا الرد على أهل الاتحاد القائلين إن الولاية أعظم من النبوة والنبوة أعظم من الرسالة وينشدون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي نعم يعني الولاية أعلى من النبوة نعم ويقولون إن ولاية النبي أعظم من نبوته ونبوته أعظم من رسالته وهذا من الجهل بالله وبأنبيائه ورسله وهل كان الولي وليا إلا بتقوى الله هذا هو بتقوى الله من كان مؤمن تقيه كان الله وليا نعم وهل كان الولي وليا إلا بتقوى الله بامتثال أوامره وترك نواهيه واقتفائه لرسل الله الذين أوجب الله طاعتهم واقتفاء آثارهم ولكن هذا من غلو الاتحادية والمتصوفة وخروجهم عن الصراط المستقيم قوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم قال العلامة ابن مانع رحمه الله كرامات الأولياء حق ثابثة بالكتاب والسنة وهي متواترة نعم لا ينكرها إلا أهل البدع كالمعتزلة ومنح نحوهم من المتكلمين وقد ضلل أهل الحق من أنكرها لأنه بإنكارها صادم الكتاب والسنة ومن عارضهما وصادمهما برأيه الفاسد وعقله الكاسد فهو ضال مبتدع نعم قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونؤمن بأشراط الساعة لا أشراط الساعة علامات الساعة والساعة أمر عظيم جعل الله سبحانه وتعالى لها علامات والعلامات يقسمها العلماء إلى قسمين علامات كبرى وعلامات صغرى لماذا حتى نستعد وحتى نحذر ونعمل نعم قال ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول الريساء دجال نصلا العافية والسلامة وهذا أعظم فتنة فتنة الدجال مخلوق ولا شك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نفسا لن تموت إن نفسا لن ترى الله حتى تموت هذا أولا ثم لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الأذية نعم والله سبحانه وتعالى كامل الصفات لا بد يكون الثالث أنه لا يستطيع أن يصلك على هذا التميم عندما يشقه لا يستطيع أن يصلك عليه فهذا دليل على ضعفي وعجزه ولا يستطيع دخول مكة والمدينة هذا دليل على ضعفي أيضا نعم قال هذا أمر ثابت بالكتاب والسنة وأجمع الأمة وهذا أمر زاعد الذي يكمل نعم ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليهم السلام من السماء نعم عيسى بن مريم عليه السلام طيب إذا قال عليهم السلام يصح فهم أي نعم طيب أو يقول مثلا عليه السلام ورضي الله عن أمه وهذا أحسن نعم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل آخر الزمن ويحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال قال ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها نعم كل هذا من العلامات الكبرى نعم طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة نعم ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة نعم لأن هذا فيه تكذب للقرآن والقرآن فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله نعم ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا نعم واختلاف أمتي رحمة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الافتراق رحمة إذا ما يكون الاجتماع عذاب وفرقة لا يمكن نعم ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام نعم دين الله في الأرض والسماء يقول واحد لأن بعضهم يقول لا الدين الذي في السماء غير الدين الذي في الأرض نعم قال قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينه نعم وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس هذا فيه وسطية أهل السنة أهل السنة والجماعة وسط وسط بين الأمم وسط بين الفرق وكذلك جعلناكم أمة وسط أي خيارا عدولا لا إفراط ولا تفرير وقد تقدم معنا وسط بين الفرق بين المعطلة والممثلة وسط بين القدرية والجبرية وسط بين الغلو والتفرير وسط بين في السير إلى الله سبحانه وتعالى بين يسير إلى الله بين الخوف والرجاء لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء فيهلك نعم قال رحمه الله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا يعني لا يمكن أن يكون ظاهرا دون باطنا وهذا فيه لابد أن الظاهر يوافق الباطن نعم ونحن برآء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه نعم ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به آمين ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة حسنا عبدالسلام ونحن برآء ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصبة والتوفيق قال العلامة بن مانع رحمه الله قوله والمذاهب الردية كل مذهب خالف ما عليه أهل السنة والجماعة مذهب ردي باطل وقد رد الله على المشبهة والجهمية المعطلة بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم فالمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والمثبت يعبد ربا واحدا فردا صمدا نعم وما أحسن قول ابن القيم في النونية لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابدا أو ثاني لأنه قالوا أن المعطل يعبد عدم لأنه لو قيل لهم لو قيل لأحدهم صف لنا المعدون ما استطاع أن يصف الله بهذا لأنهم أنكروا الأسماء والصفات والممثل يعبد صنما وأهل السنة إثبات مع تنزيه نعم فالمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والمثبت يعبد ربا واحدا فردا صمدا نعم كامل الصفات وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله في النونية لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابدا أو ثاني نعم ثم أعلم أن الجهمية نفات الصفات والجبرية الذين قالوا ليس للعبد فعل اختياري ومشبور على فعله نعم والقدرية الذين قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم والرافضة الذين كفروا الصحابة وسلكوا مسلك الجهمية في نفي الصفات نعم ذكر نبذة يسيرة عن الفرق التي ذكرها المؤلف رحمه الله نعم هذا نبذة يسيرة عن خلاصة المذهب نعم كل هذه الفرق من فرق الزيغ والضلال نعم والجهم هو الذي ابتدع التعطيل نعم والجهم هو الذي ابتدع التعطيل والجبر والإرجاء كما حكاه في النونية وإن نسب منها شيء إلى غيره فلكونه نطارها وأيدها وما أحسن ما قيل تخالف الناس فيما قد رأوا ورووا وكلهم يدعون الفوز بالظفر فخذ بقول يكون النص ينصره إما عن الله أو عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام يعني الأصل أننا نسير خلف نصوص الكتاب والسلام نستدل أولا ثم نعتقد ثانيا نعم والله أعلم صلى الله عليه وسلم عنه أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم واجزاكم الله وخيرا